مواهب تشئ طريقها محلياً وبتلمع ببلادها وفي مواهب بتحمل اسم بلادها وبتلمع بالخارج تجارب كتير اثبتت انه مرات بتكون المواهب جواز سفر بيسمح لك تثبت نفسك بدون الاهتمام بانت من وين وشو الاصل وشو اللغة وشو اللون وهذا السبب كان دافع لمشاركة الكثير من موهوبين العالم العربي ببرامج المواهب العالمية وبوابل لهم بينطلقوا منها لجمهور العالم ومن الحلو انه باغلب الاوقات هالمشاركات بتترك انطباعات كبيرة وكتير مهمة مثل مشاركة مياز الفرقة اللبنانية يلي شاركوا بلوحات الرقص بالنسخة الاخيرة من هالمشاركة يلي عملت زلزال وترند على السوشال ميديا ما بقي حدا ما دعم هالفرقة وحكى عنها وافتخر فيها وبتمييزها وهالشي كان حافز لمياز يلي تعبوا واشتغلوا لحد ما اخدوا المركز الاول وكانوا بهالموسم هنن الفايزين طبعا ذا ماياز ما كانوا الوحيدين يلي شاركوا ببرنامج عالمي فمثلهم كانت قد شاركت الرابحة بلقب Arab Scott Talent امام بشية بنسخته الامريكية وبالنسختين حصلت على الباز الدهبي والفنانة المتقلقة هي بطوجي يلي شاركت ببرنامج The Voice بنسخته الفرنسية سنة 2015 والفنانة ألين لحودي يلي شاركت بنفس البرنامج ولكن بسنة 2014 وهالمشاركة رفعت عدد محبينها بشكل كبير اما أنتوني توما يلي اطل بعام 2013 ايضا بThe Voice of France فكان اطع مراحل متقدمة بالبرنامج وخروجه من البرنامج ما كان النهاية بل كان بداية لفنان شاب عم يصنع اليوم نجاحات جيدة جدا والمواهب العربية متوقفت هون بس فكلنا بنعرف انه هوليوود حتى كانت قد احتوت مجموعة كبيرة من النجوم العالميين يلي اصولهم عربي متل رامي مالك يلي فاز بأوسكار سنة 2019 عن فيلم Bohemian Rhapsody او مثلا مينا مسعودي يلي لمع بالعالم كله من خلال اداءه لشخصية علاء الدين وخلال مسيرته كان دايما عم يتغنى بأصوله المصرية بالختام بدي اقول انه كل نجاح الجديد هو حافز لانه هو دليل جديد على انه الموهبة الحقيقية بتوصل وانه الاحلام بالمثابرة تتحقق اشتركوا في القناة